الحديث موصولا عن غزوة حنين انطلق المسلمون يتبعون الكفار يقتلون فيهم ويأسرون حتى ترك الكفار أرض المعركة وتركوا نساءهم وذراريهم وأنعامهم ووقعت كل غنائم الكفار بيد المسلمين وكانت غنائم عظيمة أربع وعشرون ألفا من الإبل وأربعون ألف شاة وأربعة آلاف أوقية من الذهب غير النساء والأطفال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع هذه الغنائم في منطقة الجعرانة فجمعت وجعل عليها حراسة ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وأمر بمتابعة الكفار الذين توجهوا إلى الطائف وتحصنوا بها غزوة الطائف غزوة الطائف هي امتداد لغزوة حنين وذلك أن معظم فلول هوازن فروا من حنين وتحصنوا بالطائف وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحاصرها واشتد الحصار لكن من دون جدوى لقوة حصونها ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في منامه أنه لم يؤذن له بفتح الطائف ثم أخبر الناس برؤيا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل وترك الطائف فقال المسلمون ادعوا الله عليهم فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ثقيفا واأتي بهم متفق علي غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف متوجها إلى الجعرانة وفي الطريق لقيه سراقة بن مالك رضي الله عنه وأعلن إسلامه بين يديه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر